اليوم العالمي لحقوق الطفل إنها صبيحة اليوم العشرين من شهر نومبر أبواب المدرسة مفتوحة والكراسي منظمة تحت السقيفة في صفوف كأنها سطور مسطرة والحيطان مزينة بلافتات تحمل شعار منظمة اليونيساف وبعض العبارات عن الطفولة عم السكون وأشعة العيون عندما أذهلت غيثة مسامع الحضور وهي ترتجل خطابها بحنكة وفصاحة قدمت أثناءه برنامج الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وما هي إلا دقائق معدودة حتى صارت الخشبة واحة حتى صارت الخشبة واحة إبداع وتعبير للتلاميذ تقدمت مجموعة من الفتيات وأدت بروعة أنشدة نحن الأطفال نحييكم ونقول سلاما سلاما من حق الأطفال عليكم أن يلقوا حبا وهنانا تفاعل الآباء والأمهات مع العرض بحماسة وما إن توقفوا عن التصفيقات حتى ظهرت ثلة من الفتيان والفتيات وهم يحملون لافتة كبيرة كتبت عليها لنا تحتفل جميعا باليوم العالمي لحقوق الطفل قالت كريمة كل طفل له الحق في الحياة والتمتع بالحنان والأمان قال محمد كل طفل له الحق في اسم وجنسية وهوية والحماية من التمييز والمعاملة السيئة قالت سمية كل طفل له الحق في الصحة والعلاج وتغذية متزنة قال جمال كل طفل له الحق في التعلم والمعرفة والتعبير قالت يسرى كل طفل له الحق في التربية والراحة واللعب والترفيه قال يوسف كل طفل محروم من بعض القدرات العقلية أو الجسدية له حق التلقي علاجات خاصة قالت وفاء كل طفل له الحق في حالة وقوع كوارثة طبيعية أن يكون من بين المسعفين الأوائل تدخل علي وهو يحمل لافية أثارت انتباه الجميع انظروا يا سادة نعدكم أن نقوم بهذه الواجبات نتمتع بكامل حقوقنا استحسن الجمهور تدخل علي وانتشى المشاركون والمشاركات من نجاحهم ختمت السيدة المديرة الاحتفال بكلمة شكرت فيها أولياء التلاميذ على الحضور ودعتهم لزيارة معرض المدرسة في حين وزعت تلاميذ مطويات تضم أهم حقوق وواجبات الطفل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر